يا صباح الصحة والخير والجمال يا صباح الصحة والخير صباح الخير مشاهدينا وأهلا بكم يوم جديد وحلقة جديدة وصباح الصحة والجمال مشاهدينا النهاردة يوم الخميس 25 فبراير 2021 و13 من رجب 1442 النهاردة مشاهدينا هيكون معنا فقرة مهمة جدا وهي فقرة التنمية البشرية وانتوا دايما بتطلبوها مننا لان هي فقرة بتناقش الحياة الاجتماعية اللي احنا عايشين فيها النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهنتكلم ازاي تتخلص من كركيب حياتك دا شيء مهم جدا لان اوقات الانسان بيلاقي في وسط الحياة دي كلها اليومية مش عارف يتخلص من اشياء كتيرة جدا من ضمنها مثلا ان انت عندك مصاريف وعندك مشاكل في الحياة وعندك اولاد واسرة وحاجات كتيرة جدا ان انت بتغطي تفكر فيها ولكن العقل هنا لازم يشتغل بوظيفته الطبيعية وبطريقة جيدة لازم يختار ولازم يحلل ولازم يفكر كمان فانت لما تضيف كل المشاكل دي على المخ او العقل فبالتالي بتبقى كركيب كبيرة جدا في زهنك والمخ او العقل ما بيعرفش ان هو يشتغل بطريقته الصحيحة فبالتالي الكركيب دي بتأثر جدا على كفاءة ازهنة في كل حاجة بقى في قراراتنا وفي افكارنا وفي مشاكلنا ما بنقدرش نحلها كويس تعالوا نعرف اكتر واكتر عن الموضوع النهاردة اللي مشرفنا دايما في صباح الصحة والجمال بمعلوماته القيمة والجميلة الدكتور طارق الياس خبير التنمية البشرية مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضفنة ونكمل حوارنا يا صباح الصحة والخير والجمال ورجعنا لكم مشاهدينا ولسا مكملين معايك وصباح الصحة والجمال وبنتكلم في موضوع مهم جدا انهاردة وهو ازاي تتخلص من كركيب حياتك اوقات العقل بيبقى متشتت بيبقى فيه افقار جديدة كتيرة وفيه مشاكل كتيرة بتأثر على العقل والزهن بتاعت من ضمن الحاجات دي كلها طبعا العقل ما بيقدرش انه هو ياخد فرصته او انه هو يشتغل بطريقة جيدة بيقضي الى التوتر والقلق لانه انت مش عارف تحل المشاكل او الكركيب اللي فيه ذهنك طول الفترة دي كلها هنتكلم انه هاردة ازاي اتخلص من الكركيب دي اللي في العقل الزهني وكمان هنتكلم هل المراهقين هل فعلا عندهم كركيب اليافعين واليافعات مع انهم هما لسا في بداية حياتهم وازاي اتخلص من كركيب حياتي اللي هيعرفنا المعلومات القيمة والجميلة النهاردة مش عرفنا معانا في الاستوديو الدكتور طارق الياز خبير التنمية البشرية اهلا بحضرتك وصباح الخير اهلا بيكي صباح الخير شرفتنا يا دكتور وانا دايما بكون سعيد وانا ما حضرتك انا اسعد والله يعني حضرتك دايما تختار مواضيع مهمة الله يخبرك فعلا لان مشاهدين واصدقائي وكلهم قالوا اه ده كركيب بقى اللي في البيت اللي احنا عمالين بقى نتكلم عنها وانحنا مش عارفين قلت لهم لا 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 ده فيه كركيب تاني اخطر اه طبعا واكبر بكتير من اللي انتم متخيلين اللي هي الكركيب الزهنية ان فعلا دلوقتي الزهن او العقل ما بقدرش يفكر بطريقة صحيحة وجيدة لازم يحلل ويفسر ويفكر ويخطط لكن دلوقتي ما بقاش فيه من كتر دكتور طارق المشاكل اللي بقت حوالينا والعقل دايما نخليه مليان كركيب في البداية بقى دكتور طارق اعرفنا مشاهدين كده هي الكركيب الزهنية وازاي اتخلص منها اهم حاجة انا بس احب اوضحها لحضرتك انه كلمة الكركيب دي معناها هي الاشياء اللي من الممكن ان تكون بتجري المساحة في حياتنا بتجري المساحة في تفكيرنا وما لهاش قيمة حقيقية لان كلمة الكركيب معناها هي اشياء قابلة للاستغناء عنها مش للاحتفاظ بيها والكركيب دي لو شبهناها بالحاجات اللي في البيت زي محضرتك اتفضلت من البداية اه في حاجات قديمة يحتفظ بيها الناس وهي محدش بيستخدمها او انتهت الموضع بتاعتها او معادش لها مكان لكنها شغلة مكان جوه البيت وبالتالي هي مديقة على الاشياء الجيدة هي منعة انك تحتفظ بالشيء القيم او ممكن تعرض الشيء القيم للخطر لان الكركيب دي بتعمل ايه بتعمل احيانا نوع من انواع فقدان للشيء يعني انها بتكتم الهوى انها بتقلل من القدرة على انك تتنفسي انك تقدري انك انت تعيشي فالكركيب دي ساعات بتفقد الانسان اهم جزئية في حياته استمتاع اه بالاشياء في في فيلسوف عظيم في مجال التنمية البشرية دخل مكتابه وقال السكرتيرا بتاعته في احد الايام اتخلصي من كل الكتب اللي هنا وتخلصي من كل الصور اللي أنا حطتها على الحائط أنا عايز أجدد المكان بالكامل قالت له ليه؟ قال لها أنا بختنق بالأشياء القديمة اللي عندي فلما جيت خلص من الحاجات دي اكتشف حاجة مهمة إن الكراكيب موجودة جواه مش في مكتبته مش موجودة في المكتب لأنه لما جي جدد وجد نفسه لسه محبوس جوا الكراكيب دي لسه بيفكر بنفس الأسلوب والكراكيب دي معناها إنها بتمنعك من إنك تطوري حياتك إنك تلبسي ألوان جديدة إنك تستخدمي كلمات جديدة إنك تاكلي أكلها ما كنتيش بتاكليها إنك تذهبي إلى أماكن ما كنتيش بتروحيها من كتر دكتور طارق المشاغل والمشاكل وإن أنا مثلا مش لقي حلول لها ومش قادرة أخذ قرار في حاجات كتيرة جدا بالتالي المخ بقى يعني بقى مصقل آه يعني بقى في حاجات كتيرة جدا فمش قادرة إن أنا حتى أتعايش مع الناس وأتكلم بطريقة كويسة وأخذ بالي من الأشياء اللي حوالي وده بيوقعني في مشاكل آينشتاين قال إن العقل البشري الذي يتسبب في مشكلة لا يمكن إنه يقدم لها الحل وطالما أنه بيفكر بنفس الأسلوب نفس الأسلوب طبعا معنى كده إنك لو أنت عملت مشكلة ما في حياتك وعايزة تقدم لها حل هتقدم لها حل إزاي أنت بتفكر بنفس الشكل وإنه الزحمة اللي موجودة في دماغك هتمنعك من إنك تجدي حلول سيبك من حكاية برى الصندوق وجوه الصندوق لإن ناس كتيرة قوي بتستخدمها ولكن بلا مدلول آه الصندوق اللي في حياتنا هو فيه أساسيات حياتنا اللي اتربنا عليها اللي نشأنا عليها لكن إحنا بناخد أهم ما فيها اللي هي الدعامة اللي علمتنا التعليم اللي تعلمناه اللغة اللي بنتكلم بيها اللهجة اللي بنستخدمها البيئة والنشأة طبعا والحاجات اللي علموهننا القيم والمبادئ العقيدة اللي موجودة في حياتنا لكن تخرجي بقى 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 الصندوق يعني إيه تستخدميها بشكل سامح تستخدمي مضمونها وما تستخدميش عنوانها العنوين في حد ذاتها ماه كتير آه العنوين كتير فعلا لكن المضمون إيه والمعنى إيه في النص الظبط كده حتى إنهم دائما بيقولوا أن المجتمع اللي بيكبر الناس على إنها تتخذ قرارات معينة لا تخلق مجتمع متقدم ولكنها تخلق مجتمع منافق لأنها بتعمل إيه بتخلي الناس بتمشي باللي هم عايزينه المجتمع عايزك تعملي كده عايزك بتلبس ده عايزك تعملي شعرك بالطريقة الفلانية لكن في الواقع أنت مش موافقة على هذا الكلام يبقى أنت من جواكي مدتش مسمح المجتمع لأنهم بيقيدوكي ده نوع من الكراكيب اللي هي بعض العادات والتقاليد في حياة الناس بتمثل نوع من الكراكيب في حياة كمان المشكلة دكتور طاري إحنا بقينا ناخد من الغرب يعني أشياء ما ينفعش إن هي تبقى في مجتمعنا ولا في الدول العربية بتاعتنا يعني مثلا على الفيسبوك حضرتك بيتلاقي بيقلدوا بطريقة عمياء يعني مش بيشوفوا هما بيعملوا إيه لي عشان يحققوا في الورز ويحققوا ويجيبوا فلوس وحاجات كتيرة طبعا السوشيال ميديا والفيسبوك والحاجات دي كلها أكيدا فبتلاقي حتى المراهقين في الفترة دي بيقلدوا ومش واخدين بل هم خالص بيقلدوا اللبس بيقلدوا الطريقة والأسلوب وده مجتمعنا ما ينفعش في الحاجات دي خالص أنا بحس إن هم راموا لنا الموبايل الجهاز اللي ممكن ينفجر في أي لحظة من كتر في حاجات فعلا بقى تزعل الناس وبقى تخلي الناس تزعل من بعضها قوي قوي بالأسلوب والتصرفات والأشياء اللي بينزلوها طبعا على السوشيال ميديا ويشغلوا لدنا ويشغلوا المراهقين حبيبي اللي لسه في طريق حياتهم اللي هو جيل 20-30 اللي جاي إن شاء الله طب هل هنا المراهق المراهقين عندهم كركيب؟ طبعا اللي خادوها من الأب والأم الأب والأم ساعد بينقلوا الأشياء اللي هم تعلموها البيئة الخاصة بيهم وبالتالي التقاليد اللي بتطلع من البيت إذا ما كانتش فيها قدر من التسامع وقدر من حرية أولادنا يبقى هم حيبقوا مكبلين بيها مقيدين من خلالها فتبقى شخصيتهم مش كاملة لكن فيه حد أدنى للقيم حد أدنى بيسمح لولادنا إنهم يقدروا يتخذوا القرار الصحيح أهم من الكراكيب دي بقى اللي تمنع أي شاب صغير إنه هو يتخذ قرار في حياته إلا بعد الوجوع إلى حد تاني ده مشكلة يا دكتور طارق طبعا لأن دلوقتي طبعا حضرتك شايف المراهقين عاملين إزاي وشخصية طبعا بيبنوا شخصية ليهم وكل حاجة فحضرتك يعني قلت نقطة مهمة الأهل ليهم دور الأسرة ليهم دور في أن المراهق ده يكون عنده كراكيب ذهنية وما يقدرش إن هو ياخد قرار في مشكلة ده أكيد لأنه هو كل ما يبتدي يشكل فلسفة في حياته يشوهوله الفلسفة دي يقولوله لا إحنا مش متعودين على كده إحنا ما تربناش على كده مش ده الأسلوب اللي أنت حتمشي به في حياتك وساعدت يعدله أشياء هي من صميم القرار بتاعه يدخل مثلا لكلية غير الكلية اللي هو عايزة آه دي حاجة مثلا بعد ما خلص السنوية العامة وبعد ما تعب فيها عايز يدخل حاجة مثلا يرسم ويعمل فنون أو يدخل الفنون المسرحية يقوموا بدخلينه الصيدلة مدخلينه الطب ده اتجاه مختلف ده معناقي بقى ده واحدة من الكراكيب القاتلة في حياة الشباب بيبقى أنه عايز يشوف مستقبله في نقطة معينة لكن الأب والأم دلوقتي عايز بيعيد وتحكم فيه تحكم حتى في شاهدته بس يا دكتور برضو إحنا يعني عايزين نقول للمشاهدين إزاي إزاي الخطوات المهمة إن أنا أقدر أتخلص من الكراكيب الزهنية هل فيه تغطيط يومي أنا ممكن أعمله هل إن أنا أبعد على البشرية وكبر دماغي بقى لأن معظم الناس اللي حواليك بيبثوا ليك اكتئاب أو طقة سلبية إحنا بنبدأ من جهتين البيت والمدرسة اللي اتنين فيهم الكراكيب وبما يكفي فالمدارس لازم يتكلم بحرية حركة ولازم يدي أفكار للولاد ويعلمهم إزاي يفكره في البيت لازم يسمحوا للولاد يبدوا وجهة نظرهم البعض حيقول لي إحنا ما عدناش بنتحكم في الولاد زي زمان وهما بيعملوا في كل الأحوال اللي هما عايزينه آه بس هما ساعد بيعملوا إزاي؟ بيعملوا هربا من القيود الكراكيب خنائتهم فبينطلقوا بالدفاع لكن لو أنا خلصتهم من الكراكيب دي ودي أول خطوة فخليتهم يفكروا في إيه؟ في حياتهم في هدف يحققوه هدف هدف إن أنا أخليه يتجه إلى حاجة تفيده يعظم الهدف ده جواه آه لأن الهدف في حياتي الناس ما بتحققش هو الهدف بيتعظم بيكبر حجمه إحنا دايما بنستخدم الكلمة دي غلط يقول لك يحقق الهدف لا الهدف ما بتحققش الهدف بيتبني ويكبر حجمه ويبقى بيتعظم لكن اللي بيتحقق في حياتنا المستهدف المستهدف اللي هو البادجت التارجت يقول لك إيه؟ أنا عايزك تجيب المجموع الفلاني ما هو الهدف في حد ذاته مش هو المجموع ده المستهدف ليك هاتي المجموع بقى عشان تعمليه عشان تدخل الكلية كويسة فالكلية الكويسة الهدف لسه موجودة هو انت انت مطلعتش لسه من الكلية خلص الكلية بتاقي ديه حلو احنا ليس شغالينه هو لأنه هي هياخد الشهادة بتاعت كليته ما بعد كليتك إيه بقى حيبتدي ينجح في حياته شفتي بقى أن الهدف مش بيتحقق الهدف بيكبر حجما أنه كل سنة فيه إضافة يبقى الخطوة الأولى أعلم أولادي أن هدفك لا يتحقق في الحياة يا ابني انت بس اختاره بشكل صحيح واشتغل عليه وابتدي بقى وحسن لغتك الإنجليزية وقرأ واشتغل كويس على الكمبيوتر وخد الكورسات بتاعتك علم نفسك أنك تتبني من جواك عشان تقدر أنك تبني مستقبلك ويشغل العقل بتاعه بالضبط كده بالضبط أنا دايما أقول للأولاد وأقول يعني مع أصحابي أن المخ بتغذى على إيه إحنا سايبين وخالص ما بنغذوش على معلومات قيمة على سلوكيات على أسلوب حياة تخطيط للحياة اليومية متاعك وخصوصا كمان يا دكتور طارق بالوقت كوفيد 19 علمنا أن أنت إزاي تاخد بالك من يومك ترتيبك إزاي بترتب اليوم إزاي لأولادك لا وتنتبه لنفسك وتنتبه لصحتك واللي اللي معاك آه طبعا لما الموضوع كله يبقى كويس معنا في الأسرة أو في الحياة متا في الشغل أو هنا فأنت بالتالي بتلاقي بتلاقي مردود إيجابي وكويس حتى الأولويات اختلفت كنا الأول بنضع أولويات بعضها ما كانش لقيمة قوي من وجهة نظر المجتمع ولا حتى الشخص نفسه يعني يقول لك أنا لازم أنزل مع صحابي بينما عنده حاجة مهمة هو ما عملهاش بس هو شايف أن صحابه مهمين ده معنى أن الأولويات في حد ذاتها ما كانتش جيدة ما كانتش صحيحة أو كوفيد ناينتين خلانا بقى ما ننزلش كتير فبدأنا نهتم باللي ما كناش بنهتم به لكل شيء واجهين واجه إيجابي دايما واجه سلبي هنقول بقى نص الكباية المليان أو لا أمام مش ده الموضوع الموضوع أن احنا تعلمنا في كوفيد ناينتين أن احنا كنا مستمتعين بحرية لم تعد موجودة بالكامل حرية غلط يا دكتور طارق يعني كان فيش نظام ومش مهتم بصحتنا حتى كمان المناخ والطبيعة والجو كان مش قادرين نتنفس وكان أمراض كتيرة جدا في الجهاز التنفسي كان في زحام كتير طبعا من العوادم العربيات والمصانع والعالم كله كان بيشتغل بطريقة يومية وبقت فضيعة وكمان دلوقتي كوفيد ناينتين ما بقاش يعني زي الأول بقى سخنية ومش حارفة إلا ده أعراض بدأت تتحور يعني لما يكون الأوبئة أو الفيروس بيتحور دي مشكلة كبيرة جدا طبعا بقت أعراض بقى حاجات عينين مثلا جلد فعلمنا فعلا قيم ومبادئ إحنا كنا مستغطرين في الحياة بتاعتنا طبعا وما كناش حاسين بأهمية الحياة بصفة عام كنا ماشيين في دوامة ما كناش عارفين هتاخدنا لغاية فيه التأليد بحس إن هي فعلا كله بيقلت كله حتى في القلق وما مسألت التأليد دي مسألة على فكرة عايزة أقولك إنها بعضها يؤكد إن فيه كراكيب في حياتنا كتير لأن التأليد اللي ملوش شيء مجدي ده شكل من أشكال الكراكيب في حياتنا طب ده أنا هقولك على حاجة العلاقة ما بين الناس حتى جول بيوت ما بين الزوج والزوج أحيانا بتبقى الزوجة بالنسباله شيء مهم أو تبقى أحد كراكيب حياته أو العكس يعني ممكن الزوج يبقى من كراكيب حيات الزوج إنها مش قادرة تتفاعل معاه مش قادرة تكمل حياتها ولكنها مستمرة فقط من أجل بناء البيت والحفاظ على أولادها فبتحتمل أشياء كتيرة جدا في حياتها فده اتحولت مع الوقت إلى عبء نفسي بقى نوع من الكراكيب متبادل هنا وهناك لازم يعودوا مع بعض الزوجين لازم يتفهموا علشان كده دائما طب فيه حد يتغير يا دكتور آه مدربين اللايف كوتش هي دي شغلانتها لا يعني الشخصية أنا حاسة أنها ما بتتغيرش ولكنها تتجمل أنت بتاخده كده زي ما هو هنقول هيتغير هنقول يمكن نساعد بعض في حوار حتى في حاجات كتير لكن لا أنا بحس أن الشخصية عمرها ما بتتغير يا دكتور طالب اللي يديكي أكبر مثال أنه من الممكن أن الإنسان عندما يفقد شيء بيحبه يبتدي يحس بأمته لكن هو طول ما هو في حوزته بيفقد البريق في عينه ويبتدي يهمله لكن لما يديع منه يبتدي يبحث عنه من جديد زي الطفل الصغير لما تدي له لعبة ياخدها ويقوم حدفها بعيد مش عايزها فييجي طفل تاني من العيلة ياخد اللعبة عشان يلعب بيها الطفل بيعمل ايه بيعيط عشان عايزها في اللعبة لأنها بتاعته لأنه كاد أن يفقدها بص بقى هي دي اللي احنا بنعمله في اللايف كوتش مدرب اللايف كوتش بيعمل ايه؟ بيخلي الإنسان يتخيل أنه الشيء اللي بيحبه ضع منه الشيء اللي في حوزته بدأ يفقده وأعيشه في الإحساس بفقدان الشيء العزيز بيخرج بعد 4-5 جلسات بشكل مختلف لأنه عاش وهو موجود والحاجة معاه في إحساس الفقد فيبتدي يستحوز عليه من جديد لازم نحسس المجتمع بأجمل ما فيه عشان كده أنا كنت مقال في كتاب اسمه جدد علاقتك بنفسك والآخرين تجديد العلاقة ده ليه؟ علشان أثبت له إنه كلا من يملك الأشياء يزهدها ولكن أول ما بيفقدها يلهس وراءها من جديد بس ممكن بعد ضياع الوقت آه هي مشكلة لكون الوقت فات انت خسرت شخصية في حياتك مهمة بس المشكلة إن الوقت فات ودي حاجة من الكراكيب آه دي حاجة من الكراكيب فعلا طيب دكتور أجدد حياتي إزاي؟ هل أجدد علاقاتي مع ناس جديدة؟ أبتدي في حياة جديدة؟ ولا أحاول إن أنا أصحح الأخطاء اللي فاتت زي ما حضرتك قلت وممكن أتغير؟ طيب أنا لما انتقل من ألف أروح لي به الشخص ألف هو الشخص به هبأ أنا أنا وأنا جاي من ألف هروح لي به هاخد نفس عاداتي هاخد نفس تقاليدي هاخد نفس الكراكيب بتاعتي وبالتالي ده مش تجديد التجديد بقى إن أنا إيه؟ وأنا باتكلم مع حد تبقى البداية مختلفة ويبقى الأسلوب اللي بقى تعامل به بعقيدة مختلفة يعني أنا لما كنت بتعامل مع حد قبل كده كنت بتعامل على إنها حاجات هامشية على إنها علاقة وتنتهي فأنا ما نشمو تمسك أوي بيها لكن لما بروح لحد بقى تاني وابتدي أفاكة وابتدي أعاوز أتمسك هي دي اللي بتغير حياة الناس إن أنا عايز تبقى العلاقة مستمرة دائمة مزبوط يا دكتور طارق نصيحة بقى صغيرة كده المشاهدين للأسف الوقت مع حضرتك بيمر بسرعة يعني موضوعات جميلة جدا نصيحة المشاهدين يا دكتور طارق اتخلص من كل ما هو مؤلم في حياتك ويعوقك عن الحياة والاستمتاع عود لاستمتاعك مرة تانية ولو بفيلم في التلفزيون ولو بأكلة ولو بمكالمة هاتفية بس اديها من إحساسك ما تديهاش بس من صوتك وحاجة بتريحك في الآخر ويكون العقل كده بقى فيه اشتياء للحياة من أول وقت بشكورك جدا دكتور طارق الياس خبير التنمية البشرية على معلوماتك الخيمة والجميلة وان شاء الله يكون لنا لقاء تاني وانا كمان بشكورك جدا مشاهدين فعلا تخلص منك ركيبك الزهنية اللي بتحاول تأثر عليك وتشوش على تركيزك وعلى شغلك وحياتك الأسرية كان معنا النهاردة دكتور طارق الياس خبير التنمية البشرية أشوفكم على خير وعلى الخميس الجاي وإلى اللقاء يا صباح السحة والخير والجمال والشام سهي طال عمى معرحة البال يا صباح السحة والخير والجمال والشام سهي طال عمى معرحة البال